مشاهدين في جولة على أبرز الصحف التي أشارت إلى تفاؤل حاذر بشأن إمكانية التواصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة بينما تواصل إسرائيل قصفها ومجازيرها في القطاع وتواصل إدارة بايدن مدها بالأسلحة رغم المأزق الذي شكلته الحرب لبايدن إلى جانب الأزمة الداخلية التي يواجهها جراء تراجع ثقة حزبه ومؤيده لأهليته للتراشح لولاية ثانية نبدأ مع صحيفة نيويورك تايمز ونقرأ فيها تحت هذا العنوان توقفت الصحيفة عند مواصلة إسرائيل ارتكاب المجازر في غزة آخرها مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحة استهدافها مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقية مدينة خان يونس وأضافت الصحيفة أنه مع نزوح أغلب سكان القطاع من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي وبسبب الهجوم البري أصبحت مباني المدارس ملاجئ حيوية لهم وبينما أشارت الصحيفة إلى أن الغرات الإسرائيلية المتواصلة على غزة تأتي في وقت تشهد فيه المستشفيات القليلة المتبقية أزمة جراء نقص الأدوية والمعدات الطبية كما نقلت الصحيفة عن مدير التمريض في مجمع ناصر الطبي أن معظم ضحايا مجزرة مدرسة النازحين عولجوا على الأرض أو في ممرات المستشفيات ننتقل لنقرأ في الصحيفة التالية نقرأ الآن بصحيفة واشنطن بولست أين تطرق ديفيد إغناتيوس إلى إمكانية التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وأشار إلى أن إدارة بايدن تبدو قريبة من التواصل إلى اتفاق يوقف الحرب على غزة ويطلق بمجيبه سراحة بعض المحتجزين ويزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطين كما نقل عن مسؤول أمريكي أن إطار الصفقة جرى الاتفاق عليه وأن إسرائيل وحماس تتفاوضان الآن على كيفية تنفيذها كما أشار إلى أنه في الوقت نفسه أن المسؤولون أو المسؤولين يحذرون من أنه على الرغم من وجود الإطار فأن الاتفاق النهائي ربما لا يكون وشيكا وأن التفاصيل معقدة وسيستغرق العمل عليها وقتا طويلا كما اعتبر الكاتب أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيفتح ذلك الطريقة أمام تغيرات بالمشهد السياسي في الشرق الأوسط وقد يقلل من خطر اندلاع حرب أوسع في المنطقة ننتقل الآن لنقرأ في صحيفة وول ستريت جورن والتي نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا شحن القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل إلى إسرائيل والتي كانت إدارة بايدن قد علقت إرسالها لمدة شهرين معربة عن قلقها من استخدامها لقتل مزيدا من المدانين في غزة كما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه من المتوقع أن تصل القنابل الإسرائيل في الأسابيع المقبلة ولكن القنابل الأكثر وزنا لما يصل إلى الفيرطل والتي كان من المفترض أن تكون جزءا من نفس الشحنة لا يزال إرسالها معلقا كما لفتت أيضا الصحيفة إلى أن بايدن تراجع عن موقفه بوقف تسليم أنواع معينة من القنابل بعد توترات مع حكومة نتنياهو على خلفية هذا القرار وعلى صعيد آخر أطلق الرئيس الإيراني مسعود بيزيشيكيان عبر مقالا في صحيفة العربي الجديد دعوة للحوار البناء وتعزيز التعاون والتضامن بين شعوب المنطقة ودولها وقال في بداية عملي رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن أجل تحقيق هذا الهدف المنشود أمد يد الصداقة والأخوة إلى جميع الجيران ودول المنطقة لإطلاق حركة حقيقية وجادة في مسيرة التعاون كما أضاف لن يسجل النجاح لأي خطة منفصلة في المنطقة ولن يتحقق الازدهار والتقدم ما لم نحقق الانسجام في منطقتنا وما لم نتعاون من أجل مستقبل مشرق كما أشار إلى أن جمهورية الإسلامية الإيرانية تحيي الصمودة الأسطوري الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة لوجه العدوان الوحشي للمحتل الصهير وأنها تؤكد إيمانها بأن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة المقاومات الشاملة سبيلا للتحرر من الاحتلال وتأمين حقوقه الطبيعية والبديهية كما لفت الرئيس أيضا إلى أن الأولوية القصوى للسياسة الخارجية الإيرانية هي توسيع التعاون مع الجيران وأن الحكومة الجديدة ستعمل جاهدة على توطيد العلاقات مع الدول الجارة خاصة أن السلاح النهوي للكيان الصهيوني يشكل تهديدا للمنطقة والسلام والأمن الدوليين وهو ما يفرض على دول المنطقة والعالم التعاون من أجل شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل كان هذا في العرب الجديد نقرأ الآن في بوليتيكو وفي ملف الرئاسة الأمريكية تناول جوناثن مارتن في صحيفة بوليتيكو أزمة بايدن بعد تزايد شكوك أعضاء كثر في الحزب الديمقراطي بقدرته على الفوز بولاية رئاسية ثانية وأشار إلى أن فريق حملة بايدن يجري اتصالات هاتفية مع المندبين في مؤتمر الحزب الديمقراطي المقبل للتحقق من ولائهم بايدن ودعم ترشيحه ولفت إلى أن هذه الاتصالات تعكس التحديات التي تواجه حملة بايدن بما في ذلك محاولات ضمان الدعم من مجموعات ديمقراطية أساسية ومواجهة تراجع شعبيته بعد أدائه الكارثي في المناظرة كما أضاف أيضا أن المندبين فوجئوا بالمكالمات الهاتفية وأعربوا عن قلقهم بشأن ما إذا كانت الحملة تحاول استبدال غير الملتزمين بدعم ترشيحه